مادة التربية الإسلامية الصف الثاني الجزء الأول هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدرس العاشر أركان الإسلام من الصفحة الثالثة والثلاثون إلى الصفحة السابعة والثلاثون أركان الإسلام خمسة هي الشهادتان إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت أولا الشهادتان هما قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثانيا إقام الصلاة أي أن يصلي المسلم لله خمس صلوات في اليوم والليلة يظهر في الصورة طلاب يصلون أحرس على أن أحافظ على الصلاة في أوقاتها نشاط عدد مع زملاء الصلوات المفروضة في اليوم والليلة ثالثا إيتاء الزكاة بأن يعطي المسلم الغني مقدارا محددا من ماله للفقراء والمحتاجين في كل عام يظهر في الصورة فتى يضع مالا في صندوق الزكاة في المسجد رابعا صوم رمضان وذلك بأن يمتنع المسلم في شهر رمضان عن تناول الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يظهر في الصورة العائلة تأكل طعام الإفطار وتقول ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله خامسا حج البيت هو أن يذهب المسلم القادر إلى مكة المكرمة في وقت محدد لأداء فريضة الحج وتظهر في الصورة الكعبة المكرمة والمشرفة أختبر معلوماتي أولا أكتب أركان الإسلام مرتبة تظهر في الصورة شجرة كبيرة وعليها خمس ثمرات أكتب داخل كل ثمرة رقم من أركان الإسلام بالترتيب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثانيا أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة هناك كلمتان أعزائي الشهادتان رمضان ألف أمرنا الله تعالى أن نصوم شهر فراغ با فراغ هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله التقويم الذاتي يتوقع مني بعد الانتهاء من هذه الدروس أن الجدوى المكون من المعيار والتقدير بنعم أو لا هناك خمس معايير أولا أذكر اسم الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم التقدير فراغ بنعم أو لا ثانيا أتلو سورة القدر غيبا التقدير فراغ ثالثا أحكي قصة إبراهيم عليه السلام التقدير فراغ رابعا أعدد أركان الإسلام تقدير فراغ خامسا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بعد الانتهاء من الوضوء فراغ سادسا أعبد الله تعالى وحده ولا أشرك به فراغ تم الدرس أحبائي تقدير فراغ تقدير فراغ